السلام عليكم ومرحبا بكم في نوفي الفيديو الفيديو ديال يومة ان شاء الله غادي تخص تلاميذ السنة الاولى اعدادي غا تكون في مادة الرياضيات يلا نبدأ غنديرو دروس وتمارين في مادة الرياضيات بالنسبة لتلاميذ سنة اولى اعدادي غا نشوفو درس جمع وطرح الاعداد العشرية النسبية تعودنا في السنوات الفارطة نتعاملوا مع اعداد اعداد عشرية مثلا 3.2 اعداد صحيحة مثلا 5 اعداد كسرية مثلا 1 على 2 تعودنا اننا نتعاملوا مع اهداد بهذا النوع من بعد نكتشفوا ان هذا الاعداد يمكن ان تكتب على الشكل التالي ناقص 3.2 ناقص 5 ناقص 1 على 2 هنا اهنا انقول بلي هاد الاعداد هي اعداد موجبة اعداد موجبة يمكن ان تكتب على هذا الشكل يمكن ان تكتب هذا الطريقة هذا الطريقة زائد 3.2 زائد 5 زائد 1 على 2 هاد الاعداد تسمى اعداد موجبة بالنسبة لهذا الاعداد فهي اعداد سالبة اعداد سالبة كيفاش يمكن ان تميز ما بين اعداد موجبة وما بين اعداد سالبة الاعداد الموجبة تتميز باشارة موجبة يعني اشارة زائد وهي اشارة موجبة والاعداد السالبة والاعداد السالبة تتميز باشارة سالبة وهي اشارة ناقص هنأخذ واحد الخط تحاولوا نفهموا اكثر هاد الاعداد هاد الخط هنأخذ في الوسط العدد صفر العدد صفر عارفين ان الاعداد لا نهاية لها يعني هنا زائد ما لا نهاية هنا ناقص ما لا نهاية عارفين ان الاعداد ما محدودينش يعني الاعداد ليس لها نهاية هدي لا فيني يعني لا نهاية للاعداد هنا عندي في هاد الجهة غيكون اعداد موجبة في الجهة الاخرى غيكون اعداد سالبة وهاد الاعداد يفصل بينهما صفر هنا العدد واحد العدد اثنان العدد ثلاثة العدد اربعة وهكذا في الجهة المقابلة غلق اعداد تكتب على هذا الشكل ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص اربعة نتابعوا معي ان العدد واحد والعدد ناقص واحد عندهم نفس المسافة عن السفر يعني هنا من صفر الواحد احدها من صفر الناقص واحد سيكون عندي ان سنتيمتر يعني نفس المسافة نفس الشيء من صفر الاثنان الى كانوا عندي دو سنتيمتر من صفر الناقص اثنان سيكون عندي دو سنتيمتر يعني الصفر يفصل ما بين الأعداد الموجبة وبين الأعداد السالبة بيانسوغ ما يكونوش عندي غير أعداد صحيحة يعني ممكن لقى عدد عشري واحد فصيلة اثنان سفر فصيلة خمسة وهنا غلق ناقص سفر فصيلة خمسة يعني هنا أعداد تتميز بإشارة زائد هنا أعداد تتميز بإشارة ناقص وهي إشارة سالبة فهمنا دبا أن الأعداد ممكن أن تكون موجبة وممكن أن تكون سالبة دبا نشوفو الجمع هو طرح الأعداد العشرية النسبية نبدأ بالجمع بالنسبة للجمع هنأخذ عددين لهما نفس الإشارة يعني جمع كنت دو هنا على الجمع جمع دي العددين لهما نفس الإشارة نأخذ العدد سبعة زائد العدد خمسة شو ساوي هذا العدد سبعة عنده إشارة زائد والعدد خمسة عنده إشارة زائد هنأخذ العدد ناقص سبعة زائد العدد ناقص خمسة لنحصب مجموع عددين يعني ندعو لهذه العددين عددين لهما نفس الإشارة إشارة زائد إشارة زائد يعني إشارة مجبة مع إشارة مجبة وهنا نحصبه مجموع عددين لهما نفس الإشارة ولكن إشارة سالبة ناقص سبعة زائد ناقص خمسة نشوفوا المثال الأول زائد سبعة زائد زائد خمسة إلا عندي إشارتين أو لعددين لهما نفس الإشارة سواء كانت هذه الإشارة مجبة أو سالبة نحتفظ بنفس الإشارة هنا عندي زائد مع زائد المجموع زائد أيضا عندي ناقص مع ناقص في المجموع سيكون ناقص أقولوا معايا إلا كانوا عددين لهما نفس الإشارة كنحتفظ بنفس الإشارة زائد زائد نحط زائد ناقص زائد ناقص أتبقى ناقص من بعد بحالة نحاول نخدم إشارة بوحدها وعد نخدم العددين سبعة زائد خمسة كيف تعودنا في الابتداء سبعة زائد خمسة تساوي إتناعشر المجموع هو إتناعشر نشوف ناقص سبعة زائد ناقص خمسة خدمنا على الإشارة وجوبنا عليها لابا نخدموا إلى العددين سبعة زائد خمسة كيف تعودنا هي إتناعشر إذا المجموع عددين لهما نفس الإشارة سواء كانت الإشارة موجبة أو سالبة فنحتفظ بنفس الإشارة ونجمع العددين بطريقة عادي نشوفوه عددين عشريين جمع عددين عشريين ثلاثة ثلاثة فاصلة اتناعشر لها إشارة موجبة زائد عدد لواء عشري واحد واحد فاصلة ثلاثة وعشرون شو ساوي وناخد نفس العددين ولكن الإشارة الآن ستكون إشارة سالبة ثلاثة فاصلة اتناعشر زائد ناقص واحد فاصلة ثلاثة وعشرون نفس الطريقة نخدمه على الإشارات في الأول من بعد نخدمه على العددين عندي نفس الإشارة زائد زائد نحتفظ من نفس الإشارة وهي زائد نجمع حيث عندي عمليات الجمع ما نفرقش ما بين نفرق نحاول نفرق وما نخلطش ما بين إشارة العدد والعملية هنا عندي المجموع المجموع يعني زائد ما زائد في المجموع غتبقى زائد ثلاثة فاصلة اتناعشر زائد 1.23 تساوي 4.35 نفس الطريقة بنسبة العملية تانية ناقص ناقص حيث عندي عددين مجموع عددين لهما نفس الإشارة نحتفظ بنفس الإشارة ونجم العددين 3.12 زائد 1.23 أيضا 4.35 وهنا نكون عندي مجموع عددين لهما نفس الإشارة سواء مجابة أو لا سالبة نحتفظ بنفس الإشارة ونجمع العددين شفنا الجمع بالنسبة لعددين لهما نفس الإشارة سنشوف الجمع بالنسبة لعددين لهما إشارتين مختلفتين إشارتين مختلفتين ماذا يعني؟ مثلا إلى الآن سنشوف مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين مجموع عددين كيفما كانوا سواء عددين صحيحين طبيعيين أم عددين عاشريين لو مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين انتهي الأداء نرجع إن شاء الله لو قلنا مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين كيف أشغي كل جمع دي العددين عندهم إشارتين مختلفتين ناخد مثال عندي العدد ناقص أفهم العدد ناقص سبعة قلنا ناخد العدد ناقص سبعة زائد العدد ناقص سبعة زائد العدد زائد أربعة يعني مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين إلى لحظة معايا العدد سبعة عنده إشارة سالبة والعدد أربعة عنده إشارة موجبة يعني مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين إشارتين مختلفتين ناخد مثال دي العدد مجموع عددين العدد هنا موجب زائد عدد عشري سالب نتابعهم زيان عندي عددين لهما إشارتين مختلفتين شنو غنضير في هاد الحالة؟ خاصة نعرف أش من إشارة اللي غدي نكتب هنا الإشارة اللي غنكتب هي الإشارة دي العدد الأكبر إذن فين هو العدد الأكبر؟ هل سبعة أم أربعة؟ بالتأكيد العدد الأكبر هو سبعة يعني العدد سبعة ولهما ناخد لي الإشارة دي العلو واللي هي إشارة سالبة يعني ناقص من اللي غن ناخد الإشارة؟ ما غيبقش عندي مجموع يعني بحالة غيبلي عندي طرح سبعة اللي اخدنا لي الإشارة دي العلو يعني سبعة ناقص أربعة سبعة ناقص أربعة وبطريقة العادية سبعة ناقص أربعة مجموع تساوي تساوي سبعة ناقص سبعة زائد زائد أربعة أول حاجة كيف مشرحت سابقا هو أني خاصة نكتب الإشارة عدم بعد نكتب العدد عندي إشارتين مختلفتين وعندي المجموع مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين نحتفظ بإشارة العدد الأكبر بإشارة العدد الأكبر وبين هذ العددين فيما هو العدد الأكبر؟ إذن هو العدد سبعة إلا كان سبعة هو العدد الأكبر إذن هو لن ناخد ليه الإشارة دي العلو ناقص 7 ناقص 4 تساوي 3 بنفس الطريقة عندي عددين مجموع عددين لهم إشارتين مختلفتين 3 عندها إشارة مجابة 2.5 لها إشارة سالبة سنأخذ إشارة العدد الأكبر القاعدة تقول مجموع عددين لهم إشارتين مختلفتين نأخذ إشارة العدد الأكبر إشارة العدد الأكبر هنا فينا هو العدد الأكبر 3 أم 2.5 3 هو الأعدد الأكبر إذن ناخده إشارة مجابة زائد إذن إشارة العدد الأكبر هو 3 ما بعد شنو ندير؟ ما نديرش المجموع ناخد هذا العدد اللي خديده الإشارة دياله 3 ناقص 2.5 3 ناقص 2.5 تساوي 0.5 وهذا غيكون مجموع العدد ناقص 7 زائد زائد أربعة تساوي ناقص 3 ومجموع عدد زائد ثلاثة زائد ناقص 2.5 تساوي زائد 0.5 غنشوفوا حالة إذا كان عندي عدد نعبره عليه بقى كيف مما بغيكون هذا العدد وخمسة ثلاثة على اثنان أربعة على واحد واحد فاصلة ثلاثة يعني كيف مما بغيكون هذا العدد شريطة أن يكون هذا العدد موجب زائد واحد العدد لنفسه يعني أ كذلك ولكن يكون سالب عندي زائد أ زائد ناقص أ تساوي هنا شنو غادي نقول إذا كان عندي نفس العدد نفس العدد وعندي مجموع ولكن العددين يختلفوا فقط في الإشارة مثلا عندي أربعة زائد أربعة زائد ناقص أربعة هنا عندي نفس العدد أ أ أ أولى أربعة أربعة أولى واحد على اثنان زائد ناقص واحد على اثنان ماذا تساوي هذو كتسموا عددين متقابلين إذا ذكرنا سابقا شفنا في ذلك المستقيم اللي كان صفر وكل عدد والمقابل دياله واحد مقابل دياله ناقص واحد اثنان المقابل دياله ناقص اثنان صفة عامة أ المقابل ديالها ناقص أ يعني كل عدد والمقابل دياله إلا درنا المجموع ديالهم يساوي صفر زائد أربعة زائد ناقص أربعة تساوي صفر ونشيء بالنسبة زائد واحد على اثنان زائد ناقص واحد على اثنان تساوي صفر يعني مجموعة عددين متقابلين يساوي صفر هدو شما نسميهم عددين متقابلين شنوما عددين متقابلين وما عددين يبعدان عن الصفر بنفس المسافة خمسة ناقص خمسة ثلاثة ناقص ثلاثة اثنان ناقص اثنان ناقص واحد على سبعة هكذا اذا نشفنا بالنسبة الجمع كتذكير بالنسبة الجمع مجموعة عددين ناخدوحنا هدل عددين مجموعة عددين شنو قلنا اول حاجة ندعو للمجموعة مجموعة عددين لهما نفس الاشارة ناقص ندعو للمجموع ما تخلطوش ما بين المجموع وما بين اشارة العددين ناخدو المجموع نتمنى انه يبقى كيبا لكم ناقص ندعو على المجموع يعني اشارة يعني اشارة العدد ما نخلطوش ما بين ما بينها وبين المجموع هذه زائد زائد يعني الجمع مجموع عددين لهما نفس الاشارة نحتفظ بنفس الاشارة حيث عندهم نفس الاشارة ونجمع هنا نفس الطريقة نحتفظ بنفس الاشارة ونجمع بالنسبة الحالة التانية وهي حالة عددين مختلفين الاشارة دائما نبقى في المجموع مثلا عندي ناقص نحاول مش انكم بديكم هنا عندي ناقص هنجمعوها مع زائد او للعكس عدد موجب هنجمعوه مع عدد سالب شنو غنقول هنا يا بالنسبة للحالة الاولى او للحالة التانية نفس الشيء غنقانل الاعداد هناخدو شنو اشارة 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 العدد شنو قلنا الاكبر هناخدو اشارة العدد الاكبر ونطرح ونطرح يعني كيبقاش عندي المجموع نفس الطريقة ناخدو اشارة العدد الاكبر نفس الطريقة ونطرح تمنى انكم تكونوا فهمتوا النسبة للجمع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة